مرحبا جميعا اليوم الفيديو رح يكون واتس ان ماي ايفون يعني اشوف فيه بالايفون تبعي من تطبيقات بتمنى يكون الفيديو اليوم حلو ومسلل يلا نبلش اول شي الايفون تبعي هو ايفون 5s لون ذهبي فيا نو اول شي طبعا بالايفون تبعي تبعي التطبيقات العادية اللي هي يعني بتجي مع الايفون والتقويم والصور والكاميرا وكل هالاشياء يعني بعدين بيجي للتطبيقات الانا محملتها طبعا نحن بلش بالتطبيقات الانا محملتها اول تطبيق بحب احكي عنه هو الانستغرام ليش رح حكي عن هالتطبيق بالذات لانه هيدا التطبيق انا كتير كتير بحبه يعني هيدا التطبيق بحسه اختراح بجنن وتطبيق بجنن كتير بحبه كتير اللي هيك خليني اقرب لكم على شاشة الايفون تبعي لتشوفوا اللي انا بشوفه وبحكي لكم انا عن التطبيقات واحد واحد اول شي الانستغرام الانستغرام طبعا هالتطبيق كتير كتير بحبه و كتير بيعجبني و I don't know بس انا كتير كتير بحبه التطبيق التاني كمان اللي هو موجود بتليفوني هو السناب شات السناب شات كمان من تطبيقاتي المفضلة يعني المفضلة 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 كمان في هذا التطبيق هذا التطبيق يعني عن جد اذا انت بدك تحافظي على جسمك او بدك تعملي تمارين رياضية و ما عندك وقت تروحي للجم ولا النادي الرياضي يعني ما في عندك وقت تروحي فبدك شي تعملي بالبيت و مش عارفاني شو التمارين اللي تعمليها بالبيت ما لك غير انك تحملي هدا التطبيق هذا التطبيق اسمه Just Workouts هذا هو و شكله هيك بيكون هيك شكله شايفتي؟ رح افتح لكم اياه من جوه بيكون في كذا اختيار في للبطن و للإيدين و للرجلين و لكل شيء و للخصر اذا بدك تختاري لمنطقة واحدة فيك تختاري لمنطقة واحدة و اذا بدك تختاري لكل شيء كمان فيك تختاري لكل شيء اللي هو بفض وبتضغط عليه و بيطلع لك التمارين يعني اوكي هيك و انت بتسوي معها و بيعطيك كمان وقت و بيخلص الوقت خلص 30 ثانية بتخلصي معها و بتعطيك و هي كل 30 ثانية بتقلب على تمرين تاني فكتير كتير منيح و انا بعمله بالبيت بصراحة انا ما عندي وقت يعني روح للنادي ف اوكي ف انا بعمله يعني هدا بعمل تمرين على هدا التطبيق اللي هو اسمه فعمله بفري يعني مش بمصاري اوه في عندي هاي الكادغوري الصغيرة انا حاطة فيها تبع الترجمة كل شي تبع ترانزليت و هيك شغلات ففي عندي اتنين اول واحد يعني للترجمة اول واحد اسمه دكشنري بوكس دكشنري بوكس دكشنري بوكس هو قاموس عربي قاموس يعني عربي ففي عندي كمان اللي هو جوجل ترانزليت اوه كمان موجود فانا اللي فضله هلا اتنيناتهم بحبهم بما اني حاطتهم بالتليفوني فاتنيناتهم بحبهم اوكي بس الفكرة انو في شي انا فضله اكتر اللي هو القاموس اللي هو دكشنري بوكس ليش لانو دكشنري بوكس انو بيعطيك تفاصيل تفاصيل عن الكلمة مثلا احطه بكلمة بوك مثلا اوكي انو كلمة كتير سهلة وانو نعرفها اوكي حطت عليها سيرج بيطلع لك ياها بطريقة اللي بيطلعها اليك بترجمتها وكيف بتجي بالجمال وكيف بتتركب وشو فيجي بعدها وشو بيجي قبلها وقواعدها وكل كل كل اشي عنا وليسة باعشي اعني اذا باطي بيحمل اوكي بيطلع لشغلات لسه اكتر فلهك انا كتير بحبه منجي للتطبيق اللي هو جوجل ترانسلات جوجل ترانسلات يعني عادي بتحط الكلمة بيعطيكي معاني للكلمة كذا معانا للكلمة بس بس ما بيعطيكيها بجملة وبيعطيكيها بكذاش طريقة وهيك نو هذا بس الدكشنر اللي بيعملو في كمان هيدا البرنامج هيدا البرنامج هيدا هيدا هو اسمه 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 هيدا هو شو فكرتو هيدا البرنامج هيدا البرنامج كتير بيفيد اللي بدون يتعلموا لغة او بدون لغتو تتحسن اكتر بالانجليش فا اوكي فيك تجي بي وانه كتير كتير منيح مفيد يعني شو بيعمل مثلا هي بتسألك سؤال وبتعطيكي الجواب بكلمات وانتي بتقرأي جواب بتجاوبيها بصوتك وهي بتاخد صوتك بتشوف لفظك كيف وبتعطيكي نجماتي من نجملة ثلاث نجمات عن اللفظك انتي وجوابك لإله فانه منه بيحس اللفظك منه بيحس اللفظ مخارج الحروف وبيعلمك كيف تجواب على الاسئلة يعني كيف تجاوبي على الاسئلة المعينة فك فيه كل الانواع فيه للسفر وفيه الحياة العادية مش متل التطبيقات تبع الاطفال تحسينه كتير بايخينه مش مفيدين نو هيدا عن جد مفيد فلهيك انا كتير حبيته وفيه لفظ يعني بتخلصي لفظ وبتنتقلي للفظ اللي بعده للفظ اللي بعده وهكذا فكتير منيح فيه كاتيجوري تانية انا حاطة فيها هاي هي التبع السوشال ميديا اللي هي تبع تواصل اجتماعي اللي انا بتواصل فيه معرفاتي وقرعبيني وكل هالشي فيه المسجر المسجر والفيسبوك والواتساب والفايبر والتانجو والكيك فيعني انو هدو انا اللي بستخدمون هدو اكتر تطبيقات انا بستخدمون وتطبيقي المفضل المفضل فيه هو الواتساب طبعا كلنا بنعرف انو الواتساب اوكي يعني اه اه بس سوري بس فتعت روت اه نرجع نشوف التطبيقات التانية في عندي هون في عندي هون التطبيقات تبع ال هادو ايها هادو تطبيقات انا محملتوا ما بستخدمون كليهم في بعض منهم يستخدموهم بالشهر مرة فيعنو مش كلهم يستخدمون انا سحدلك عن التطبيق اللي ايه انا بستخدموا للت يعني لتعديل الصور اوكي اما اسمو بيوتي بلاس هيدة هو سأقرب لكم لتأخذ شكله هذا هو شكله اسمه Beauty Bloss وهذا هو شكله كثير بجنن هذا التطبيق إذا تحمليه أوكي ما رح تحس فيه من الآيفون قدما هو حلو و قدما أنا بحبه و أحب استخدمه تحس بيعطيكي فلتر حلو للوش بس بيعطيكي إضاءة فكثير كثير حلو أنك تستخدمي لا أعلم إذا أريدك برنامج أو تدوري على برنامج لتعديل الصور و لم أعرفاني و أريدك كثير منيح هذا هو أفضل خيار مثلاً هذا سأفتحه فيه دقيقة أنا هلأ كنتم سوية صورة فإنه إيه لك دقيقة هناك أربع خيارات هذا الخيار تأخذ صورة فورية و تعدلية يعني نفس الوقت مش بعد وقت أو مش إنه بتأخذيها من من عندك من الصور هون بتأخذيها من الصور بتعدلية وهذه اللي هي ماجيك برش بتعطيك إضاءة مثلاً و ليس إضاءة هاي قلوب أو شغلات شغلات حلوة على الصورة مثلاً أرجوكم كيف مثلاً أنا أخذ صورة هون أخذها هاي الصورة مثلاً رح روح على هاي البروش تختاري شو الشغل اللي بدك مثلاً أنا حطاري هون رح أختار قلب مثلاً أوكي إضغط هاكين بصير قلوب حوالين الصورة وهيك يعني فيا بعدين بتحطي لسهب وبتسيف عندك مش الفكرة صحبة يعني ااا ايا بعدين شو كمان عندي تطبيقات اليوتيوب لان انا باستخدمه تشوف شو في صار وشو في بقناتي وهيك يعني فيا ايه في فوريفر 21 فوريفر 21 هيدا يعني كتير كتير بيحبه انا لهيدا المحل وكتير بيعجبلي الشغلات الي عندن لهيك محملة تطبيق لاشوف شو ينزلوا جديد وش في عندن جديد ااا كمان شي كتير تابع انا ومحملة تطبيق كمان تابع لهيدا المحل هو بيست باي بيست باي محل امريكي بيبيع اجهزة الكترونية وبرامج وكل هالشغلات الخاصة بالتكنولوجيا فا انا كتير بحبه كمان ومحملة تطبيق تابعه هيدا هو تطبيق تابعه في عندي مجال هون فين يحط الشغلات هادول هون بس انا مبحثون لان هادول نادرة ما استخدمون و بديان يكونوا بمكان هيكي لحالهم برجاء له بس احتاجون اول شي في هذا البرنامج اسمه بينجر 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 في عندي مشكلة بلفظه اوكي هيدا البرنامج هو انه بتحملي بتحملي بتختاري رقم معين بدل رقمك وبتصيري تعملي مكالمات وتتصلي فيه او تبعتي مسجات من رقم تاني غير رقمك بس هو رقم واحد بيعطوك انت بتختاري بس تحملي البرنامج وبترسلي او تتصلي فيه هون مثلا بدك شي من الانترنت بدك تحكي مع حدا رقمه على الانترنت ما بدك تتصلي من رقمي انا بالنسبائي ما بدي اتصل من رقمي وخلي رقمي محفوظ عنده نو اوكي بتصل من هيدا الرقم وهيدا الرقم مش رقمي واذا بتبعتي مسجو بيردوا عليك بيوصل لك الرد يعني مش انه بتبعتي وما في رد نو واذا بيتصلوا عليك كمان بيوصل لك انه هون تتصلوا عليك على رقمي التعني اللي هو بالبرنامج هيدا بس اوكي وفي عندي الكاندي كراش مين ما بيعرفو يعني حبيبت الملايين هيدا اللعبة هيدا 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 اللعبة وهيك بنكون خلصنا كل شي اوكي اوه اوه خلصنا كل شي فمنتفت التاليفون وبس بترجوكم انه هيدا هي الخلفية نتبعوا حبيب هذا هو الفيديو لليوم بتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وما تنسوا كمان سبسكريب لقناتي تهد في كلمة اسمها سبسكريب حطها لقية بتشوفوا فيديوهات تانية وان شاء الله الفيديوهات التانية بتكون احلى ولكن فيها فائدة اكتر وباي